أكثر حول ما يجري في السوق المصرية إذن في هذه المرحلة معنا في الأستوديو سيد محمد سعيد مرحبا بك سيد محمد كما ترى خارطة التداولات هي إلى حد كبير هي كتير متراجعة السوق المصرية ليش مبارح ارتفعت؟ مرحبا بك بداية شرفتنا بالأستوديو أنا شرفت طبعا في باول زيارة لي في أستوديو C-NVC لكن الآن سوف جاية في وسط طرق وعد لذلك سنة تمسك بك للحديث أكثر السوق المصري كان إلى خلافات بخالفة الأسواق ما الذي يجعلها مبارح ترتفع؟ هي خلافت بشكل مؤقت وبفوليوم ضعيف أقل بكتير من أحجام الجلسات التي السوق كانت نازل فيها بأحجام كانت كبيرة متوسط تداولات السوق المصري في الجلسة الوحدة تقريبا بقت ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه في التراجعات الأخيرة وصلت ل750 مليون جنيه أحجام تداول بالأمس كانت جلسة برضو سلبية بالرغم من أنها أغلاقت على ميلورن الأخضر لكن قلصت بشكل كبير من مكاسبها المكاسب كانت فقط في أول ساعة من التداولات ثم تقلصت بعد ذلك حتى المكاسب كانت بأحجام تداول كانت أقل من 500 مليون جنيه السوق المصري نازل أكثر من ألف نقطة الأسهم نزلت لمستويات كانت متدنية أغرت بالمضاربة كمان عندنا مستوى 8800 نقطة من مستويات الدعم المهمة في السوق المصري كيف يمكن أن نراقب المتداول الذي ينتهزها للفرص التي لم يكن متوفرة له بالفترات الماضية أن نرى هذه الأسهم هل هي وقت دخول أم سيتريس متى يدخل الأموال الانتهازية لأنه هي التي تعطينا ربما دلالات أن السوق ربما قد يكون يأخذ مصار تاني عليهم أن يراقبوا ماذا أولا لازم نؤكد أننا ما زلنا في اتجاه رئيسي صاعد لكن كل حكاية أن السوق لفترة طويلة جدا ما دخلش في موجات تصحيحية عشان كده السوق التصحيح المراضي بتاعه عنيف ويمكن ده تصحيح متوسط الأجل متوسط إلى متى يعني متوسط كامل مدة يعني ممكن نتكلم عن 1500 نقطة هبوطا لأن السوق بيصحح موجة بدأها من 7200 نقطة ولكن تكرار الأحداث الإيجابية والعوامل اللي ساعدت السوق على استكمال الصعود منعته من الدخول في موجات تصحيح متعددة فلذلك السوق كان بيصعد مدفوعا بالأخبار الإيجابية ومنها قناة سويس منها العديد من المشروعات القومية الأخرى حتى تم تأكيد مثلا بالنسبة لمشاريع أرابتك مع وزارة الدفاع يعني هناك بالعكس تفاصيل أكثر وفي خطوات مشاريع تنفيذية مشاريع أرابتك في قطاع الإسكان ومشروع الطرق بتاع رصف 3200 كيلو متر وده رقم كبير جدا وطبعا مشروع قناة سويس وتعمير منطقة الساحل الشمالي زائد يعني مش بس كده نتائج عمال الشركات في السول مصري بدأت تتحسن وبتتحسن عشان الشركات بدأت تؤدي أداء إيجابي زائد كمان أن الحكومة بدأت تتدخل زي رسوم الإغراق اللي حضرتك تكلمتي عنها رسوم الإغراق اللي بدأت تفرضها الحكومة لحماية المنتج المهلي وده طبعا من شأنه برضو أنه هو يحسن من نتائج عمال الشركات كل دقيقة عوامل ساعدت السوق على أنه يستكمل فيه اتجاه الصاعد بدون الدخول ولا مرة فيه موجة تصحيحية فعشان كده التصحيحات يعني بقت حدة ومجمعة ثلاث موجات مرة واحدة في السوق المصري فالسوق المصري ممكن يكون مستهدف مناطق 8200 نقطة حتى لو دخل فيه موجات مضاربة قصيرة لأجل أنا عايز أقول لك أن السوق لسه معكس اتجاهه لأن ما فيهش اتجاه رئيسي لأسهم صغيرة لسه ما تحركتش ويعني من مظاهر أن السوق يكون وصل في عنفوان اتجاه الصاعد أن يمر السوق بموجة يوفوريا في الأسهم الصغيرة ده لسه ما حصلش نحن ننتظر طبعا هذه الظاهرة حتى يعكس اتجاهه سوق بيعكس اتجاهه بعد هذه الموجة لكن لسه حتى الآن ده ما حصلش لنرى سيدا ترقب طبعا هذا الأمر لكن مضطرين أن نذهب سيد محمد إلى فاصل قصير وسوف نكون أيضا مع آخر تطورات المؤشرات الإماراتية مع مؤمنة فعور بعد الفاصل ده كمانا